اشتركوا في القناة ارنستو تشي جيفارا الثائر الارجنتيني والمعروف جذبته تضحيات الشعب الجزائري من اجل التحرر من الاستعمار الفرنسي منذ خمسينيات القرن الماضي كان جيفارا الذي يعد من اقوى المعارضين لسياسة الولايات المتحدة الامريكية يرى ان السبيل الافضل لمواجهة هذه السياسات وترسانتها العسكرية المرعبة هو النضال باستخدام بندقية وفكرة وقلب حر هذه الهمة جمعته بقيادة الجزائر السياسية انا ذاك احمد بن بيلا في ندوة استضافتها مدينة ففر الجزائرية في الثاني والعشرين من فبراير عام خمسة وستين وتسعمائة والف ألقى فيها جيفارا خطبته الشهيرة التي قدم فيها رؤيته وفكره لدول العالم الثالث من أجل التنمية وتصدي لأشكال الاستعمار الجديد أشار جيفارا في خطابه للأرضية المشتركة بين أمريكا اللاتينية والدول الأفريقية المتحررة وأشار جيفارا لنظرية تدوير القيمة المضافة للاستثمارات لصالح الدول الاستعمارية للدول النامية وفي إطار المواجهات مع الدول الاستعمارية ناد جيفارا بأنه يے دول الاستعمارات لكوينة وتعالى الاستعمارات لكوينة والمودانية ولكن البيئتنامي يخرج من أسنين او دول الاستعمارات لكوينة والأسنين وأشار جيفارة للأوضاع الإقليمية قائلاً مسacraron una cantidad grande de ciudadanos y como acto último, después de haberlos ultimado bajo la estatua del prócero Lumumba, volaron la estatua del ex presidente del fondo. Eso nos indica a nosotros dos cosas. Primero, la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestia fueron las fórbas hitleristas como bestia son los norteamericanos hoy, como bestia son los paracaidistas belgas, como bestia fueron los emperialistas franceses en Argelia. porque es la naturaleza del emperialismo la que bestializa a los hombres. كان تأثير تشيف الجزائر بقدر تأثيرها فيه واستلهامه لروحها. وأصبحت الجزائر ملجأ الحركات الثورية لأمريكا اللاتينية. تقوم بإعداد كوادرها العسكرية وتدريب جنودها على أراضيها وبخاصة تلك المناطق التي كانت مسارح لثورة التحرير الجزائرية. وكانت شيء يشرف على هذه الأنظمة التدريبية بنفسه. ويذكر رئيس أحمد بن بيلا أن التدريبات كانت تتم في المرتفعات وأن قيادتها كانت مستقرة في مقر يدعى سوزيني والذي كان إبانا لاحتلال الفرنسي للجزائر مركزا لتعذيب المجاهدين الجزائريين. ترجمة نانسي قنقر